السلام عليكم أهلا وسهلا بكم متابعي قناة كيف بسرعة في هذا الفيديو سنتعلم كيفية استرجاع حساب الفيسبوك إذا نسيت كلمة السر الخاصة فيك والبريد الإلكتروني طبعا هذه المشكلة تواجه الكثير من الناس ولحل هذه المشكلة اتبع هذه الخطوات الموجودة في الفيديو في البداية افتح تطبيق الفيسبوك كما نشاهد في الفيديو من خلال التطبيق أو من خلال أي متصفح مثلا من متصفح جوجل كروب بعد ذلك رح تضغط على هذه الجملة هل نسيت كلمة المرور رح نضغط عليها كما نشاهد في الفيديو وبعد الضغط عليها في الأعلى رح تبحث عن حسابك في هذه الإيقونة تbek 모� locks او تكتب اسمك على الفيسبوك كما هو بنفس الاسم وب نفس الأحريف وتقوم بالضغط على هذه الإيقونة علامة البحث حتى يتم إيجاد حسابك وبعد الضغط على علامة البحث سوف يظهر حسابك طبعا راح أختار حسابي والآن راح تظهر هذه الصفحة طبعا موجود اسم حسابي في الأعلى وبعد ذلك موجود تأكيد عبر رسالة SMS نصية يعني وبالأسفل موجود تأكيد عبر البريد الإلكتروني طبعا أنا راح أختار تأكيد عبر SMS يعني برسالة نصية كما نشاهد في الفيديو وبعد ذلك راح أضغط على كلمة متابعة طبعا الآن سوف يصل رمز برسالة على الهاتف وإذا اخترت البريد الإلكتروني راح يصل الرمز برسالة إلى البريد الإلكتروني والآن سوف يصلني رمز مكون من 6 أرقام راح أقوم بإدخال هذا الرمز في هذه الخانة كما نشاهد في الفيديو وبعد كتابة الرمز راح أضغط على متابعة والآن راح أعمل خروج من كافة الأجهزة الأخرى يعني أي جهاز مسجل دخول على حسابي سوف يتم إخراجه حاليا وبعد هيك بضغط على متابعة وأقوم بكتابة كلمة سر جديدة لحسابي ويجب أن تكون كلمة السر قوية والآن كما نشاهد في الفيديو جاري تسجيل الدخول إلى حسابي وجاري استرجاع حسابي بهذه الخطوات السهلة طبعا هيك حسابي رجعته وعملت له كلمة سر جديدة طبعا هذا الحساب هو حساب فقط للشرح والعمل وهيك بنكون انتهينا من الفيديو إذا شفت أن المعلومات مفيدت عننا بلايك واشتراك وإذا كان لديك أي ملاحظات أو استفسارات بإمكانك كتبتها في التعليقات أسفل الفيديو